ناس كتيرة نفسها تمارس القراءة باللغة الإنجليزية ولكن بيجدوا صعوبة في اختيار الروايات أو الكتب اللي تكون سهلة في القراءة وفي نفس الوقت مش مملة وانت بتقرها عشان كده احنا جمعنا افضل روايات تقدر تتعلم منها اللغة الإنجليزية الروايات دي احنا اخترناها كافضل روايات بناء على سهولتها في القراءة بتاعتها وفي نفس الوقت بناء على ان هي مشوقة او بتستمتع بيها وانت بتقرها معاكم عمار عادل لو انتوش عالين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب دلوقتي عشان يوصل لكوا اي فيديو جديد ويلا بينا نبدأ اول رواية معانا هي رواية لورد اوف دي فلايز لويلجين جولدينغ طبعا الاسم مشهور جدا ممكن تكون سمعته قبل كده ولو ما سمعته الشريط تبدأ تسيرش عليه دلوقتي لورد اوف دي فلايز هي رواية بتدور احداثها على جزيرة بعض الشباب واقعوا على جزيرة وحاولوا ان هما يبنوا مجتمع خاص بيهم ولكن للأسف المجتمع ده انهار بسبب بعض السلوكيات الخاطئة اللي اتبعوها الرواية بتستخدم لغة درامية جميلة جدا وهتشدك جدا انك تكملها وتكمل القراءة بتاعتها ده غير طبعا العديد من الكلمات المصرحات اللي هتقدر تطلع بيها من الرواية دي تاني رواية معانا هي الرواية المشهورة جدا انيمال فارم لجورج اورويل وهي رواية ليها طابع سياسي ولكن في نفس الوقت رواية مشوقة جدا وهتشدك انك تكمل القراءة بتاعتها بسبب الرموز التعبيرية والتهكمية الكتير المستخدمة فيها بصراحة جورج اورويل ابدع في استخدام الرموز فيها بطريقة هتخليك تحس فعلا موضوع تهكمي او ساخر وفي نفس الوقت الموضوع في انعكاس على الحقيقة او الواقع تالت رواية معانا هي رواية الرواية دي ممكن نكون اغلبنا خدناها في المدرسة ولكن صراحة هي تستحق انها تكون من بين افضل رواية اللي ممكن تقراها عشان تتعلم لغة انجليزية الرواية بتعلمك الصبر وان ازاي الواحد المفروض ان هو يصبر ويبقى عنده ارادة عشان يحقق اللي هو عايزه الرواية دي بتدور عن احداث مجتمع في المستقبل بيحاول ان هو يكون مجتمع مثالي ولكن بسبب ان هما بيحاولوا ينزعوا بعض المشاعر زي الحب والغضب المجتمع ده بيبدأ يتحول لمجتمع باس الرواية بتستخدم العديد من الرموز زي مثلا الكلرز او الالوان عشان تدخلك جوه احداث القصة بصراحة رواية رائعة جدا وبعد كده معانا رواية رائعة هي رواية Pride and Prejudice الرواية بتدور احداثها في اوالي قرن 19 في ريف انجلترا وبتحكي عن اهمية الزواج من اجل الحب مش من اجل المال ولا المكان الاجتماعي الرواية طبعا تعملت فيلم زي غيرها من الروايات اللي فاتت وبصراحة انصح بيها جدا لان فيها برضو احداث شيقة وفيها العديد من السخرية والتهكم اللي هتخليك فعلا مستمتع وانت بتقرأ الرواية بعد كده معانا رواية Charlotte's Web لأي بي وايت الرواية دي من الروايات اللي درسها native speakers او الانجليز والامريكان في المدارس بتاعتهم وبالتالي بتلاقيهم دايما في كلامهم بيستشهدوا بعض اجزاء من الرواية دي الرواية بتدور احداثها عن خنزير صغير كانت حالته صعبة او بائسة ولكن في فتاة تبنته لحد ما كبر وبعد كده كان لازم يروح مزرعة ويبعد عنها اخر رواية هنتكلم عليها هي رواية The Outsiders لأس اي هانتن رغم ان الرواية دي عليها بعض الملاحظات الثقافية الا ان صراحة اللغة بتاعتها وسهولة قرائتها خلتني احطها مع افضل روايات اللي ممكن نقراها عشان نتعلم اللغة الرواية بتناقش بعض القضايا الجديدة اللي بتخص الناس وخاصة المراهقين بس يا ريت دايما وحنا بنقرأ اي رواية بغض النظر عن اختلاف الثقافات نركز ان احنا بنقرأ هنا عشان نتعلم اللغة وبالتالي وحنا بنقرأ لازم نبدأ نطلع الكلمات الجديدة والمصالحات الجديدة ونبدأ نستخدمها ونحطها في امثلة بكده نكون انتهينا من افضل الروايات اللي برشح لكم عشان تتعلموا اللغة الانجليزية تاني هي دي الاسماء بتاعتها تقدروا ان انتوا تدوروا عليهم سواء تحملوهم PDF او حتى تشتروهم من اي مكتبة قريبة منكم طبعا لو انتوا مش عامين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب عشان يزالوكم اي فيديو جيد وكمان ادعموني بلايك وشير اشوفكم على خير باي باي